بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أهلاً لكم مع درس جديد من دروس مادة المهارات الحياتية والبحثية نوعاتنا اليوم مع الوحدة الأولى الدرس الأول عنوان الدرس أحدد مشكلتي بدقة في نهاية هذا الدرس يتوقع من الطالب أولاً أن يعرف مشكلة البحث ثانياً أن يستنتج حدود مشكلة البحث ثالثاً أن يصيغ مشكلة البحث عزيز الطالب هل سألت نفسك كيف استطاعت هذه السيارة الحديثة أن تسير بسرعة المذهلة وتتحكم في الطريق وعمليات السلامة من تلقاء نفسها؟ هل شاهدت يوماً إحدى البنايات الشاهقة وهي تتأرجح بفعل الرياح والزلازل ولكنها لم تنهار؟ هل تعلم أن هناك من العمليات الجراحية التي تتم عن بعض دون أن يكون الطبيب بجوار المريض وتكلل بالنجاح؟ هل شغل تفقير كل هذه الاختراعات المتقدمة وغيرها؟ هل تعلم عزيز الطالب ما هو السبب؟ فكر في الإجابة سمعت أحد الطلاب يقول أن السبب هو البحث العلمي وأنا أقول أحسن بارك الله لك إذن يبقى السؤال هل البحث العلمي أهمية؟ فكروا معي أعزائي الطلاب أحسنتم بارك الله فيكم جميعاً أعزائي الطلاب أهمية البحث العلمي أهمية عظيمة ولذلك سوف أعرض بعضاً منها أولاً رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع مما يساهم في تطويره ثانياً نمو المجتمع اقتصادياً مما يحقق رفاهية أفراده ثالثاً إزاد تفسيرات للضواهر الطبيعية والتنبؤ بها رابعاً تتبع الإنجازات الفكرية للإنسان في مختلف المجالات أعزائي الطلاب في البداية دعونا نتعرف على مفهوم مشكلة البحث مشكلة البحث هي وضع جديد غير مرغوب فيه نتيجة تغير يطرأ على طريقة العمل أو بسبب طرف معين يبدأ الباحث بدراسة المشكلة التي توجهه والتفكير فيها مستخدماً أساليب وخطوات البحث العلمي ليضع تفسيراً لهذه المشكلة أعزائي الطلاب البحث العلمي لابد أن يكون له خطوات علمية لذلك سوف نستعرض معاً الخطوات التي يتبعها الباحث في التعامل مع مشكلة بحثه أول هذه الخطوات أعزائي الطلاب هو الشعور بالمشكلة يبدأ الشعور بالمشكلة عندما يظهر أمام الباحث موضوع غامض يحتاج إلى تفسير أو بوجود بوادر ظاهرة جديدة لم يشهدها من قبل مما يكون لها تأثيرها على المجتمع وعلى الأفراد لذلك يتولد لدى الباحث الإحساس بهذه المشكلة والبحث عن أسبابها والوصول إلى حلول علمية لها مثال على ذلك قد ألاحظ تدني مستوى التحصيل الدراسي لبعض الطلاب في مادة المهارات الحياتية والبحثية مما يجعلني أعكف على دراسة أسباب هذه المشكلة أعزائي الطلاب لنفتح الكتاب المدرسي الصفحة الرابعة عشر النشاط الأول يرجى إعادة صياغة مفهوم مشكلة البحث من خلال ترتيب كلماتها المباثرة الكلمات هي يترجمها الباحث في صورة تساؤلات أو فرضيات قضية في مجال معين ويسعى للإجابة عنها بشكل واضح والآن أعزائي الطلاب فكروا في الإجابة بارك الله لكم جميعا والآن الإجابة هي قضية في مجال معين يترجمها الباحث في صورة تساؤلات أو فرضيات ويسعى للإجابة عنها بشكل واضح الخطوة الثانية أعزائي الطلاب بعد الشعور للمشكلة هي تحديد المشكلة والتي تعد مرحلة مهمة لذا لا بد أن يكون التحديد دقيقاً وواضحاً ونعني بتحديد المشكلة صياغة المشكلة في عبارة واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصيلها عن سائر المجالات الأخرى لأن التحديد الواضح للمشكلة يحدد مجال البحث ويوجه الباحث في دراسته للمشكلة ويحدد نوعية الدراسة وطبيعة المنهج الذي يستخدمه في معالجته لتلك المشكلة وخطة البحث والأدوات التي تستخدم في جميع البيانات والمعلومات اللازمة للدراسة عزائي الطلاب بعد مرحلة الشعور بالمشكلة وتحديد المشكلة لنفتح الكتاب الصفحة الخامسة عشر النشاط الثاني من خلال الكصة التالية حدد المشكلة التي يجب أن يتناولها البحث في إحدى الأيام وأثناء ذهاب أحمد إلى مدرسته وبرفقة سائقه تعرض لحادث بسيط حيث صدمته سيارة مسرعة أدى لتضرر سيارته مما اضطر السائق إلى رقم السيارة على جانب الطريق لمعينة الحادث والتفاهم مع السائق الآخر الذي صدمه لأخذ بياناته والتوجه لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية وأثناء توقف السيارة قام أحد المرة بتصوير الحادث بالفيديو ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي وقد وصل الفيديو لوالدي أحمد من خلال رقم السيارة عرف أنها سيارة ابنه المتوجهة للمدرسة مما أدى إلى تفاجئه وقلقه على ابنه الآن أعزاء الطلاب ما هي مشكلة البحث إذن فكروا معي أحسن بارك الله لك المشكلة تصوير الحادث ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي أعزاء الطلاب تحديد المشكلة في البحث العلمي له شروط إذن ما هي تلك الشروط؟ أولاً وضوح المشكلة ثانياً قابلية المشكلة للتحقيق ثالثاً تصاغ المشكلة على شكل هيئة سؤال أو جملة تقديرية رابعاً وضع حدود المشكلة خامساً التدرج في سياغة وتحديد المشكلة وهذه الشروط سوف نتناولها بالتفصيل الشرط الأول أعزاء الطلاب هو وضوح المشكلة بحيث تتناول الموضوع الذي يهدف الباحث إلى دراسته بدقة مثال دراسة مشكلة التلوث بشكل عام تعتبر مشكلة غامضة وغير محددة ثانياً أن تكون قابلة للتحقيق فليست كل المشكلة قابلة للتحقيق مثال تدني المستوى التحصيلي يمكن التحقق منه تجريبياً أما تفسير عملية توليد الطاقة من النجوم فيصعب تناولها تجريبياً لأن ذلك مبني على نظريات غير متحقق منها علمياً الشرط الثالث أعزاء الطلاب من شروط تحديد المشكلة أن تصاغ المشكلة على هيئة سؤال أو جملة تقديرية مثال ما مدى تأثير استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة على ارتفاع نسبة الحوادث المرورية بين الشباب في مدينة الدوحة صيغة سؤال تأثير استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة على ارتفاع نسبة الحوادث المرورية بين الشباب في مدينة الدوحة جملة تقديرية الشرط الرابع أعزائي الطلاب هو وضع حدود المشكلة يتوجب على الباحث أن يحدد بحثه بشكل دقيق وتشمل حدود المشكلة الفترة الزمنية والمنطقة الجغرافية والحدود الزمنية والأشخاص الذين يشملهم البحث وتحدد حدود المشكلة تبعا لكل بحث مثال ما أثر ترصب بقع الزيت من ناقلات النفط على الشعب المرجانية في منطقة مسعيد الصناعية خلال الفترة 2018-2019 الحدود الموضوعية ترصب بقع الزيت من ناقلات النفط على الشعب المرجانية الحدود المكانية منطقة مسعيد الصناعية الحدود الزمانية الفترة 2018-2019 الشرط الخامس أعزائي الطلاب هو التدرج في سياغة وتحديد المشكلة من العام إلى الأكثر تحديدا مثال علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي مشكلة عامة ثانياً علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي عند طلاب المرحلة الثانوية مشكلة محددة ثانياً علاقة الذكاء بالتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لطلاب المرحلة الثانوية مشكلة محددة بدقة أعزائي الطلاب من خلال النشاط الثالث الصفحة السابعة عشر أكتب مشكلتك البحثية في جملة تقديرية فكر عزيز الطالب في مشكلة بحثية تشعر بها أن ثم عبر عنها في جملة تقديرية سأترك لك الوقت أحسن بارك الله لك بالنسبة لي أنا كمعلم انخفاض التحصيل الأكاديمي في مادة المهارات الحياتية والبحثية لطلاب الصف العاشر أعزائي الطلاب مع النشاط الرابع الصفحة الثامنة عشر من خلال المشكلة البحثية التي حدتها في النشاط السابق حدد الآتي أولاً أعد سياغة المشكلة على هيئة سؤال ثانياً أكتب الحدود الموضوعية والمكانية لمشكلة البحث ثالثاً خامساً ما الوقت المتوقع الذي سوف تستغرقه في البحث عزائي الطلاب إجابة هذا النشاط تعتمد على النشاط الصابق لذا أوقف الفيديو ثم فكروا في الإجابة بارك الله فيكم والآن مع إجابة النشاط أولاً أعد سياغة المشكلة على هيئة سؤال ما أسباب الخفاض التحصيل الأكاديمي لدى طلاب الصف العاشر في مادة المهارات الحياتية والبحثية ثانياً أكتب الحدود الموضوعية والمكانية لمشكلة البحث الحدود الموضوعية التحصيل الأكاديمي لمادة المهارات الحياتية والبحثية طلاب الصف العشر الحدود المكانية مدرسة فراغ صف عاشر واحد عاشر اثنان ثالثا ضمن أي فئة من فئات العلوم يمكن تصنيف مشكلة البحث البخوث التربوية رابعا ما الفائدة المرجوة من دراسة مشكلة البحث الإجابة واحد اقتراح حلو لرفع مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب اثنان تحديد أسباب الخفاض التحصيل الأكاديمي خامسا ما الوقت المتوقع الذي سوف تستغرقه في البحث الإجابة يتوقع أن يستغرق البحث النصف الأول من العام الدراسي وصلنا لنهاية الدرس اليوم شكرا لكم